في يوم مهارسات من مارسعة مع أولادنا بتشوه سرطهم عن نفسهم وبتشوه أحياناً وفي بال مش أحياناً بتشوه في الغالب علاقتهم بالآخرين وبتخليهم يبتعدوا وتخلي نشأتهم نشأة فيها كتير من المشكلات من أهم الحاجات اللي ممكن نرصدها هنا من الحاجات اللي احنا السيئة اللي احنا بنستخدمها إن احنا نتعامل مع أولادنا بطريقة التهديد إن احنا نبدأ مع أولادنا بالتهديد وبالتخويف علشان يعملوا الحاجة اللي احنا عايزينهم يعملوها وساعات أنا ياسف وساعات بنستخدم معهم هو أسوأ نستخدم معهم الابتزاز العاطفي نقول له لو ما عملتش الحاجة الفلانية مش أحبك لو ما عملتش كذا أنا غضبان عليك فيبقى يحصل إن هو دايماً عنده فكرة إن العقوبة وفكرة الخوف فيبقى هو عنده دايماً مشكلة إن هو دايماً العلاقة مربوطة بالخسائر لو إن أنا ما حصلتش اللي طلبوا مني اللي أنا أدخل معاه في العلاقة أنا أخسر أخسر حب أمي أخسر احترام أبويا فيوقع أولادنا في فريسة الابتزاز العاطفي أو حد ممكن يمارس أو هم نفسهم يمارسوا الابتزاز العاطفي مع أصدقائهم واللي حواليهم الحاجة التانية اللي احنا لازم للتفت إليها هو الإهمال وعدم الاهتمام يجي الولد هو بيكلمني أو هو لما يجي يشوفني يلاقيني وأنا بكلمه مشغول أو مش باصص إليه أو مش مهتم بيه ومش ببدله نفس الاهتمام فإنه يحصل؟ فما ما تدي لهش وقت فهو يحس إن كلامه مش مهم أو هو أنا آسف بساعتها ما بيحسش إن كلامه مش مهم بيحس إن ذاته مش مهمة فيحس إنه هو مش مهمة عند بابا مش مهمة عند أمه وعشان كده هو حس بإنه هو مش مهمة من غير ما أنت تحكم عليه ولا تحسسه وبيحاول بقدر الإمكان إنه هو وهذا الإحساس بيتقدم معاه وبيفضل يزيد سنة ورا سنة لكن شوف من سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إنه كان بيتفقد أصحابه يعني إيه بيتفقد؟ يعني مش إنه هم لما يقولوا يهتم بيهم لا هو يهتم بيهم تخيل كده إن ابنك حاسس إن أنت طول الوقت بتروح تسأل عنه وتسأله عن حاله وتتفقد حاله هذه سنة من أهم السنة اللي نحن لازم نعملها مع أولادنا ومع ذلك عدم الاهتمام ده بيدمر أركان مهمة جدا جدا في شخصية أولادنا وللأسف إحنا مش بنهتم بأولادنا اهتمام رحيم كافي بأولادنا فبيخليهم وارضة للفراغ العاطفي اللي بيملوه بالهروب من السوشيال ميديا أو إدمان الألعاب الألكترونية خلي بالكم إن أولادكم لما بيدخلوا ويقفلوا الباب على نفسهم ويعودوا بالساعد مع الألعاب العنيفة إيه ده؟ كان سببه الإهمال اللي إحنا مرسناه مع أولادنا مش عقب إنه إحنا نعرف الغلط ومش عقب إنه إحنا نغير نفسنا مش عقب إنه إحنا كمان نتربى إن الله لا يغيره ما بقومه حتى يغيره ما بأنفسه الحاجة الثالثة اللي بتبقى خطر في المرسع مع أولادنا هي الملكية إنه إحنا نعتبر أولادنا دول ملكينا بتوعنا وياما ناس حاولوا يحققوا فرص كان هو فاتتهم يحققوها في أولادهم اللي كان عايز مهندس يبقى يخلي ابنه مهندس واللي كان عايز يبقى صيدري أو دكتور يخلي ابنه دكتور ويدفع ابنه دفع ويقوله أنا ما عملت لكش حاجة أنا سايبك لكن هو كل اللي هو بيعمله بيحسسه إنه لما بقاش دكتور مش هيبقى محل احترام ولا تأديره فيحسسه إنه هو ملكه والحقيقة دوت بيأزي الأولاد جدا لكن شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله عشر سنين فلم يقول لي شيء فعلت وليما فعلت ولا لي شيء انتركت وليما تركت هما مش ملكنا أولادنا عبيد لله وبعد شوية هيتحولوا كمان إلى مسؤولين زينا يقدموننا النصيحة الحاجة اللي بعد كده رفع سقف التوقعات رفع سقف التوقعات من الحاجات اللي احنا بنعملها كمان مع أولادنا واحنا وبنعجزهم دايما بنعمل ايه نرفع سقف التوقعات فبيبقى علاقتهم الإنسانية مبنية على هذه المسألة لازم نؤمن بقدرات أولادنا وان الانسان ممكن يرتقي ويطلع واحدة واحدة السلم لكن لما أرفع سقف التوقعات وبقى دايما طالب منه حاجات هو ما يقدرش يعملها التوقعات دي بتخليه شويقا فشيقا يحس بالعجز ويتمثل ضغط عليه فيتولد ويتحول إلى طفل كهل كهل مليء بالهموم أنا أقول لكم حاجة أنا كثير من الأباء بيجوا ويقولولي احنا قيلين لأولادنا في البيت أنا مش عايز أسمع الكلمة اللي بتتكون من ثلاث حروف الضاد والغين والطه أنا مش عايز أسمع كلمة ضغوط في البيت الأولاد عندهم سنة ربعة في ربعة ابتدائي والأولاد عندهم في ثلثة ابتدائي وبيقولوا أنهم مضوطين جابوهم نين جابوهم من عندنا إحنا رفعين سقف التوقعات فالأولاد يعيني عايشين في ده دايما حط مع رفع سقف التوقعات بقى خطأ خامس خطأ خطأ خامس وهو الانتقاد المستمر يفضل تنتقد الولد انتقاد مستمر انتقاد مستمر لغاية ما سلطه تشوه وما يلاقيش حتى سليمة في نفسه مرة تتعيب على كلامه ومرة تنتقد وقوفه ومرة تنتقد حركاته وانت مش واخد بالك والناس البرفكشانيست اللي هم السعيين إلى المثالية دايما بيعملوا شوية حاجات مهمة جدا 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 ان هو دايما يكلمه فيحس ان هو ملوش اهمية ويحس ان هو دايما تافي فيروح يدور على الاحتواء البديل لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة هو بانتقد واحد من الصحابة يقول له لا حتى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الطفل حزين على العصفور قال له يا أبا عمير ما فعلنه غير وقعد يوسيع حضرة النبي ما قالوش ايه التفاهة اللي انت فيه انت بتعيض على العصفور ما قالوش كده احنا لو عندنا حد من اولادنا هنبص الاولادنا بسخرية لكن حضرة النبي بيعلمنا ازاي نقدر اولادنا ومن انتقدهمش اللي بعد كده كده كمان ممارسة العنف وانا وقال لبالكم مش ممارسة العنف بس ما تكون في شكل بس عنف الجسدي ممكن يكون عنف لفظي الالفاظ الجرحة وعلى فكرة العنف عمره ما كان ما كان تأديب عمره ما كنت انت لما تقول لواحد انت عمرك ما بتنفع في حاجة انت سيء على طول بيزلوا بيكسروا والعنف دوات مش هيجيب بنا ادم ابدا مستقيم ولا سليم امر التالي الامر الاخير وهو التفرقة ما بين الاولاد في المعاملة يعني التفرقة ما بين الاولاد في المعاملة وخاصة ما بين الاولاد والبنات بتشوى عندهم المفاهيم اتلع جيل في جيل يزد بقى البنات كلها طول الوقت على لسانهم انتوا ليه بتسمحوا لاخويا الولد بالخروج وما تسمحوا لناش بالخروج طب ليه لان احنا بالاساس ما حاولناش نبني ان البنوتة ان البنت الصغيرة دي دي ميزة انك انت بنت وان انت انت انسة دي ميزة مش حاجة بنخبيها انت معانا في البيت وما بتخرجيش زي الولد لان احنا بنقتنس بيكي وبنفرح بيكي وانت وجودك بيملى البيت علينا كل الكلام ده لازم يتقلل الاولاد عشان البنت ما تحسش ان انت حبسها وشايفها عورة ولازم تخبيها ولازم تمنعها من ده لازم ان البنت تحس ان هي هي بيعتبرها بنت هي نعمة من ربنا زي ما الولد كمان يحس ان هو بيعتبره ولد نعمة من ربنا في كتير من السيدات بتبقى كرها الاولاد كرها السبيان كرها السبيان ليه لان السبيان اشقية بلاش تقول السبيان ان هما اشقية عشان ما يبقوش اشقية وبلاش كلمة شقي دي شقي يعني شقي ولا عزب الله كلمة مش لطيفة هو كثير الحركة طب هو لازم يبقى كثير الحركة وما لا يجيب لقم تعيشوا بعد كده ازاي لازم احنا نتعود ان الكلام ده ما يكونش بهذه الطريقة ولا بهذا الاسلوب